موسيقى مرحبا بكم في النشرة الاقتصادية اغفل مؤشر البحرين العام اليوم بارتفاع قدره 4 نقاط فاصل ثلاثة من عشر عن معدل الاقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الصناعة وقد بلغت كمية الاسهم المتداولة لهذا اليوم مليونا واربعمائة وثلاثة وستون الفا واربعمائة واثنان وخمسون سهما بقيمة اجمالية قدرها اربعمائة وثمانية وستون الفا وثلاثمائة وخمسة وخمسون دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال خمس وستين صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على اسهم قطاع الخدمات حيث بلغت قيمة اسهمه المتداولة ما نسبته ثمانية وخمسون بالمئة من القيمة الاجمالية للأسهم وضع تقريرنا جديد للبنك الدولي مملكة البحرين في المرتبة السادسة والاربعين من ضمن مائة وتسع وثمانين دولة متقدمة مرتبة واحدة مقارنة مع العام الماضي مما يعكس تقدم البحرين ضمن أقوى الاقتصاديات في العالم ويأتي ذلك بفضل جودة أنظمة تزويد الكهرباء وسهولة تسجيل العقارات الجديدة وغيرها من العوامل التي يرى البنك الدولي أنها جعلت البحرين جاذبة للاستثمارات وقد صنف البنك الدولي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة والعشرين تليها في تصنيف المملكة العربية السعودية في المرتبة السادسة والعشرين ومن ثم البحرين وسلطنة عمان وقطر في المراتب السادسة والاربعين والسابعة والاربعين والثامنة والاربعين على التوالي فيما حلت الكويت بعيدا عن بقية دول الخليج في المرتبة الرابعة بعد المئة تثمين العقاري وكافة تعاملات القطاع مجيرين إلى أن رغبة الشركات في تقييم أصول عقاراتها حركت قطاع التثمين العقاري بشكل كبير